اهلا بك في اوكتوب انا عبد الرحمن هاشم وفي الفيديو ده هشرح لك كيفية اضافة الموارد او الماتيريال او المادة العلمية الخاصة بك على اوكتوب من خلال الشريط اللي موجود ناحية الشمال هروح عند الايكون اللي اسمها الفصول ومنها هختار المقرر وبعد كده هختار الكورس او الدورة اللي انا عايز اضيف فيها الموارد او اضيف فيها الماتيريال او المادة العلمية بتاعتي من خلال الجوز اللي اسمه انشطة هلاقي هنا موارد دي الموارد المتاحة اللي موجودة عندي والاحداث او الـ events واللي منها بقدر ان انا اضيف النوارد في اكتر من طريقة اقدر خلال الايكون اللي اسمها اضف موارد افتحها واختار منها خلق جديد او ان انا من خلال نشاط اقول له خلق الجديد او ابداع جديد هبصة لقيه فتح لي اللوحة اللي ظهرت قدامي على الشاشة هلاقي هنا الموارد هكتب اسم المادة او اسم الماتيريال اللي انا عايز اضيفها ولتكن مثلا التباعة في مايكروسوفت ورد وهوضح هنا اذا كان دي مادة شرح او تقدير او فرد او واجب منزلي المفروض للطلاب المشتركين معاك في الصف يأكلوه هاختار مادة واحدد من هنا طريقة التقييم هل التقييم مفتوح للجميع او اخفاء التقييم عن الطلاب او ان انا اوقف التقييم النهائي فهعمل هنا التقييم مفتوح اقدر كمان ان انا اشارك الماتيريال دي مع الزملاء واقدر ان انا اتحكم باخفاء النتيجة من الطلاب او اظهارها وفي الجزء ده بقدر هنا ان انا اضيف الماتيريال بتاعتي باكتر من طريقة اقدر ان انا اكتبها هنا مباشرة او من خلال المرفق احدد كده وادخل عنوان للرابط ومن هنا اقدر ارفع الفيديو او الملف اللي انا عايز ارفعه ممكن يكون ملف نصي ملف وورد ملف في جي اف او فيديو موجود عندي على الجهاز وبعد ما خلص اقوله تم او ان انا اعمل رابط من موقع على اليوتيوب مثلا بدخل هنا عنوان الرابط وهنا بعمل لصق او بيست للرابط نفسه من على اليوتيوب وبعد ما بخلص ادو استم الاخر بقوله انشاء موارد وفي الاخر في لوحة موارد حلاقي هنا الموارد او الماتيريال اللي انا ضفتها ظهرت عندي بالشكل ده تعالوا نستعرضها مع بعض او ده عبارة عن فيديو تم ارفاقه من على اليوتيوب اقدر كمان اضيف الموارد بطريقة مختلفة من شريط اللي موجود ناحية الشمال حلاقي هنا ايكون اسمها مكتبة الموارد حلاقي هنا كل الموارد اللي انا ضفتها سابقا اقدر من خلال ايكون انشاء الموارد ان انا اضيف موارد جديد بنفس الطريقة اللي احنا لسه شايفينها من شوية كمان اقدر من خلال التلات نقط اللي موجودين ناحية اليمين ان انا اعدل في الماتيريال او احزفها نهاية